إلتهاب الكبد B بي يجي للطفل إزاي؟ طريق نقل الدم لو مثلا الطفل عنده مشكلة في مثلا عنده أناميا البحر المتوسط بين الدم فممكن يبقى عارضة لB يعني من نقل الدم أو عملية أو سنان فدي جزء السن الكبير شوية هل ممكن لو الأمة عندها فيروس B تولد الإبن عنده فيروس B؟ الزبطة هي النقطة بقى دي الأساسية الأساس الكريم إيه بقى أقول لنا؟ إنه الطفل لسه مولود إحنا طبعا عندنا نظام التطعيم دلوقتي بين طعم أول 24 ساعة شهرين 24-6 شهور والحمد لله بيقل النسب هنقول للنسب دلوقتي بيقل النسب حدوث تفرجونا الصورة لبعدها تمام لكن لو الطفل ده وتتولد والأمة عندها بي لازم ياخد حاجتين إيه بقى؟ ياخد التطعيم في زيرو دي في أول يوم وياخد حاجة اسمها الأجسام المنعية اسمها إميونيو جلوبيني للفيروس B في الرجل الثانية واحد يمين وواحد شمالي لازم ياخدهم عشان يكون أجسام مناعية بسرعة لأنه هو ده وهو بيتولد هيحصل له عدوى الكبير ده سواء قيساري أو طبيعي يا دكتور؟ الاثنين لازم ياخد تطعيم في ناحية والأجسام المناعية للفيروس B في ناحية تانية ويتاخدوا بعد كده ياخد تطعيماته العادي خالص أنا أخد تطعيم بعد شهرين 24-6 شهور وهكذا تمام الصورة اللي بعدها طيب النسبة بقى زي ما واضح كده انخفضت بقى خالص بقى بدلا أقل بقليل من واحد في المية في عام 2019 ما شاء الله لك يعني وكان كام كان خمسة في المية قبل كده لأنه التطعيم ده دايماً بنقول عشان ناس بفكر الطعم يعني مش هيجيله الطعم لأ الطعم بيدي حماية فوق تسعين في المية لكن في نسبة من لكن الماس بس لما تبقى أقل من واحد في المية ده طبعاً ده طبعاً ممتد لأنه خلي بالك مشاكل التهاب الكبدي به أعنف من الإيه بكتير أنا كنا بنتكلم مرة في الحلقة في حلقة كبار عن فيروس بي يعني أنه قد يتحول لسرطان كان تحول لسرطان وقد تحول لفشل في الكبد وده ممكن يحصل في الأطفال في السن بتاعنا البقى اللي لسه اللي حصلوا عدوى أو لهم طنشت ما خديش أو ما خديش الاميون وجلوب إنه عندها فيروس بي أو ما خديش التطعمات الصحة العادية هي بتبقى عارفة أن هي عندها يعني هل ممكن واحدة يبقى عندها فيروس بي ومتعرفش يا دكتور طب هل هنا بننصح الأميات الحوامل اللي هم يحللوا مثلاً يعملوا حاجة معينة تشكب في الأول هو ده المفروض في أي عملية وكمان دلوقتي مش لازم بنعملها بالحاجة اسمها البي سي آر بنعملها بتحليص نسبة الأجسام المناعية اللي موجودة في فيروس A و B و C تتطمن ما عندهاش حاجة تمام نريد أن نتعامل معها لكن هي الفكرة الفكرة إنه موضوع التهاب الكبدي البي ممكن يوصلنا يوصل طفل لمرحلة من الضرر للكبد أو اللي فشل للكبد أو مقدمات فشل الكبد على سن سنة سلم يا رب وممكن يبقى كويس وخلي بقى أكوة أخذ العدوى ومخدش الأجسام المناعية أو مخدش التطعيم بشكل صحيح يبدأ يوصل لسن خمس سنين ممكن يحصل خمس أو ست سنين يحصل برضو عنده مضاعفات على الكبد فعش كده بنحذر نخلي بقى النقطة دي مهمة جدا